بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نتكلم إن شاء الله تعالى عن طبقات الصوت وقد يكون البعض سمع عن هذه المصطلحات وهي القرار والجواب وجواب الجواب لكني رح أتكلم عنها إن شاء الله تعالى بمزيد من التفصيل بما فيه إن شاء الله فائدة للقراء والأئمة القرار هو الصوت الغليظ الذي يبدأ به القراء عادة وهو أقرب ما يكون إليه الصوت العادي الذي يتحدث به الإنسان في حالته الطبيعية يعني لما أتكلم وأقول مثلا السلام عليكم أو لما أقول استووا اعتدلوا تراصوا هذا الصوت هو أقرب طبقة إلى طبقة القرار ويسمى القرار أيضا بصوت الصدر لأن الإهتزازات الناتجة عن الصوت تحدث في منطقة الصدر لذلك يسمى بصوت الصدر وهو من أهم الطبقات لأن القارئ إذا أتقن طبقة القرار لديه أصبح لديه أساس قوي يستطيع من خلال هذا الأساس أنه يصعد إلى الطبقات العليا بكل يسر وسهول نعطي مثال على طبقة القرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ويحرص القارئ في هذه الطبقة على عدم تكثير العرب الصوتية وعدم تكثير النغمات لكي يمهد للمستمع في حال كان هناك تفاعل في الآيات لاحقا خاصة في ما يتعلق بصرات التراويه الطبقة الثانية هي طبقة الجواب والجواب طبقة عالية ولكنها ليست بعلو طبقة جواب الجواب وتسمى بصوت الحلق لأن الاهتزازات الناتجة عن الصوت تحدث في منطقة الحلق نعطي مثال للقرار والانتقال منه إلى الجواب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لاحظوا أني بدأت بالقرار ثم انتقلت إلى الجواب ثم إلى ثانيا إلى القرار الطبقة الثالثة هي طبقة جواب الجواب وهي الطبقة الحادة جدا وتسمى بصوت الرأس لأن القارئ يشعر أثناء أدائه الصحيح لهذه الطبقة أن الصوت ناتج عن الرأس وأن الاهتزازات التي تنتج عن الصوت هي ناتجة أو تحصل في منطقة الرأس كاملة نعطي مثال للطبقات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لاحظوا الطبقة المرتفعة جدا والمؤثرة للمستمع هذه هي طبقة جواب الجواب طبعا هذا المثال تعليمي والصحيح دائما والمتبع أن لا يختم القارئ بهذه الطبقة العالية جدا بل يحرص على أن يختم دائما بطبقة القرار كما بدأ بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة